للعام الرابع على التوالي يشهد جنوب السودان فيضانات شديدة نجمت عن أمطار غزيرة اجتاحت المدن والقرى وأثرت بشكل كبير في حياة السكان ترزح الدولة الفتية تحت وطأة أربعة مواسم فيضانات في كارثة باتت تشمل تسعة من ولايات البلاد العشر وفق الأمم المتحدة فقد تسببت الفيضانات في تضرر أكثر من تسعمائة ألف شخص وهو رقم يمثل أكثر من ضعفي تقديرات الشهر الماضي والتي كانت نحو ثلاثمائة وثمانين ألف شخص تقول المم المتحدة أن هذه الفيضانات خلفت دمارا واسع النطاق في المدارس والمرافق الصحية وألحقت أضرارا بألاف المنازل وأدت إلى تشريد عائلات كما تسببت في الفيضانات في نفوق مواش أتلف محاصيل وجرف طرق وجسور وغمر آبار ومجار للصرف الصحي ما يهدد بخطر تفشي أمراض تنتقل عبر المياه وتعد ولاية الوحدة الغنية بالنفط من أكثر المناطق تضررا من جراء الفيضانات حيث تضررت سدودها بسبب ارتفاع منسوب المياه وهو ما ينذر بإغراق مخيمات النازحين وقاعدة البعثة الأمم المتحدة في ولاية بحر الغزال في غرب البلاد تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار جسر رئيسي محال دون وصول المساعدات الضرورية لتجمعات السكانية ونظر الانهيار البنى التحتية أصبحت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية أكثر صعوبة في الوصول برا إلى الكثير من المناطق المتضررة تترافق هذه الخسائر مع تحذيرات دولية من خطر مجاعة تتهدد نحو سبعة ملايين وهم ثلثة سكان البالغ عددهم أحد عشر مليون نسمة يعيش ثمانون في المئة منهم في فقر مدقع تحذيرات تتزامن مع مستويات غير مسبوقة من عدام الأمن الغذائي الناجم عن الصراعات والتغيرات المناخية